لأنك أنت قبل قيام ثورة يوليو محمد حيدر وزير الحربية ورئيس اتحاد الكرة ورئيس نادي الزمالك وعارفيني كابتن حنف بصان قال قد إيه اللي أنشى النادي الزمالك حقيقة هو حيدر باشا قال لك كان بيجيب اللعيبة بفترة الانتقالات ويحطهم في السجن الحربي يتحفظ عليهم عشان يروحوا يحطهم في مصلحة السجون عشان يوجههم لصالح النادي الزمالك وخد بقى الكبار اللي راحوا نادي الزمالك من النادي الاهلي حتى كان الانتقال للزمالك بالأمر فعمر ما كان ترأس رئيس الزمالك لاتحاد الكرة أمرت حسن إدارة أو بسبب تميز إداري لا كان جزء من النفوذ العام بس يا أستاذ إبراهيم هو دلوقتي بيعتبرها تميز إداري هو هو اللي بيقول الأهلي دائما ما يجامل وعنده السلطة وعنده المال ونادي الدولة مش بيقولوا كده ولكن ساعة ما حبوا يدللوا على حسن الإدارة الحقيقة تظهر لا دا احنا عندنا رؤوساء الاتحاد المصري معظمهم من نادي الزمالك ودي حقيقة طيب لكن لو هنبحر شوية أنت عارف بقى أستاذ إبراهيم دا تأكيد على حسن إدارة النادي الأهلي إنه بقى رؤوساء الاتحادات من الزمالك والأهلي والبطل آه قيمة جدارة البطولة نمأ الجدارة في الريادة الريادة دايما يا جماعة وانا ليه قلتلكوا على بطولة 82 دي البطولة اللي احتفى بيها لأنه دي اللي فتحت الباب فانت لو هتتكلم على بصمة تاريخية في تاريخ الكرة في مصر مش إنه نادي الزمالك وأيا من رؤسائه ترأس اتحاد الكرة لا إن النادي الأهلي أوجد اتحاد الكرة من عدم يعني هو اللي أسس اتحاد الكرة هو دا التاريخ بقى هو دا الإسهام الإداري التاريخي للنادي الأهلي للكرة المصرية في أكتوبر 1921 وبتوجيه من مين بقى جعفر ولي باش اللي هو رئيس النادي الأهلي كان هو وكيل النادي فؤاد أبازة سكرتير النادي وجه الدعوة للأندي المصرية للاجتماع في النادي الأهلي لتأسيس الاتحاد المصري لكرة القدم قال لك عايزين نعمل اتحاد خاص بالكرة يقود الكرة المصرية بدلا من الاتحاد المختلط والجمعية المصرية الإنجليزية اللي كانت هي اللي بتنظر نشاط الكرة وقتها منشطات الصحف بتاعت وقتها دي حتة تاريخية الأهليون يدعون إلى الثورة على الاتحاد على الاتحاد المختلط على الجمعية الإنجليزية الأهليون هنا النسب إلى النادي الأهلي اللي هي في اللغة الدرجة بعد كده بقت بتتقلل الأهلوية بس كانوا هناك يعني في اللغة أكثر دقة شوية فكانوا مسمينهم الأهليون الأهليون يدعونا إلى الثورة على الاتحاد وقالت إن الأندية قررت اختيار فؤاد أبازابيك سكرتير النادي الأهلي ليكون سكرتيرا للاتحاد بصورة مؤقتة لحين إجراء الانتخابات تقرر إن تكون أول جمعية للاتحاد الكرة الجديد اللي الأهليون أسسوه يوم 19 نوفمبر 21 وجيه في الصحف وقتها إن الجمعية العمومية للاتحاد المصري عقدت اجتماع يوم إيه يوم السبت 19 نوفمبر وتفضل حضرة صاحب العظم السلطان بقبول رعاية هذا الاتحاد وأن يكون صاحب السمو الأمير فاروق رئيس شرف له وتقرر في هذه الجلسة أن آخر يوم لتقديم الطلبات يكون يوم السبت الموافق 3 ديسمبر القادم ده زي الأيام دي وترسل لحضرة صاحب العزة فؤاد بيك أبازة سكرتير الاتحاد وحتجتمع الجمعية العمومية في ذلك اليوم المذكور بالنادي الزراعي الساعة 6 ونص مساء بصوا التوسيق المقصود طبعا بالسلطان هنا كان السلطان فؤاد قبل ما تتحول مصر لمملكة بعد دستور سنة 23 آخر يوم لتقديم الطلبات المقصود بيه تقديم الطلبات للانضمام الاجتماع كان في النادي الزراعي لأنه فؤاد بيك أبازة كان هو مدير للجمعية الزراعية الملكية وكان مقرها في الوقت ده مكان دار الأبرة اللي موجود حاليا قدام النادي الأهلي صحف نشرت بعد كده في اليوم التالي لهذا الاجتماع إن الانضمام اجتمعت يوم 3 ديسمبر 1921 في النادي الزراعي واعتمدت قانون كرة الاتحاد المصري لكرة القدم ده التاريخ ده اللي قدامكم اهو ده التاريخ يا جماعة يعني حطوا اللايحة للنظام الأساسي كان من أهم بنود هذا القانون إن الجمعية العمومية للتحاد الكرة ستنعقد في أكتوبر من كل عام ويجري فيها انتخاب مجلس إدارة فالآله كان بيأسس لعلم الإدارة في مصر بيأسس الاتحاد ما بروحش يتعلم من حد كان بيتم انتخاب مجلس جديد كل جمعية عمومية وغالبا كان بيتم اختيار نفس الأعضاء تقريبا استمروا على طول انتخابات مجلس إدارة الاتحاد جرت على نتيجتها إنه لما انتخب أول رئيس للاتحاد حضرة صاحب المعالي جعفر ولي باشر الوكيل بتاعه حضرة صاحب العزة فؤاد بازبك السكرتير حضرة يوسف محمد أفندي وأمين الصندوق حضرة محمد صبحي أفندي والأعضاء حضرة البكوات والأفندية اسماعيل يسري نيقولة عرقجي رياض شوقي محمد إبراهيم طاهر السرجاني علي صادق حسين حجازي مستر سيمسون مدير الألعاب وزارة المعارف العمومية الاتحاد كان وقتها فيه خمسة من أبناء النادي الأهلي أول مجلس إدارة الاتحاد الكرة مش بس النادي الأهلي أسسه ولا رئيسه ترقصه ولا السكرتير العام لا ده كان كمان خمسة من أبناء النادي الأهلي ومؤسسيه في مجلس إدارة الاتحاد الكرة شوف أستاذ إبراهيم ونصحتي يا جماعة هذه حلقة للتاريخ نصحتي لمحب كرة القدم بشكل عام هو محب الحقيقة بشكل خاص والأهلوية بشكل خاص جدا سجلوا الحلقة دي بكرة جماعة دي حلقة للتاريخ بترد على حاجات كتير جدا وبتوضح دور النادي الأهلي بشكل موسق وموضوعي وعلمي وعندنا مستندات مش متوفرة عند حد هو ده النادي الأهلي الذي لا يتحدث عن الهوى ولكن بالمستندات وبالتواريخ وإزاي أنا عملت إيه ويوم إيه وكات الدنيا ماشى إزاي ومين الأفراد الموجودين والنظام اتحط إزاي ويا سيدي احنا نتعلم من الزغير قبل الكبير الحقيقة جهد مشكور بنشكر عليه زميلنا في الإعداد ومسؤول التوسيق الزميل محمد مصطفى ومعاه عبد المنعم القصة ومحمود المخبزي الحقيقة ده شغل توثيقي تاريخي لو خمته بالإشارة لتاريخي النادي الأهلي بقى مش بس جعفر ولي باش ومش بس اللي كانوا معاه سواء فؤاد بيك أبوازة أو داود راتب أو أبو بكر راتب أو أحمد فؤاد أنور أو رياض شوقي الخمسة دول كانوا كتيبة اشتغلت على إيه بقى؟ على تمصير الاتحادات الرياضية بصوا بقى الدور الوطني في شكله الرياضي انت بتتكلم كنت قبل كده الجمعية الإنجليزية الكرة القدم هي اللي بتنظم بطولات هي اللي مسيطرة هي الاتحاد المختلط هو اللي شامل كل الجاليات الأجنبية والنفوذ الأجنبي في البلاد لا النادي الأهلي خد على عاتقه مهمة تمصير الرياضة المصرية وأنه يأسس لكل لعبة اتحاد مصري خالص شوف سيد إبراهيم سيأتي يوما يتحدث فيه المنصفون عن اللحظة اللي عيشها النادي الأهلي دلوقتي كما نتحدث الآن عن تاريخه يعني النادي الأهلي كوّل لجنة لتمصير الاتحادات وكانت البداية بتواريخ تحد الكرة بعدين بقيت الاتحادات وبالأسماء النادي الأهلي في الألفية التانية أخذ على عاتقه أن تتحول المؤسسات الرياضية في مصر إلى شركات على غرار فيحدث الخارج وأنشأ إدارة مسؤوليتها إنها تمهد لإنشاء الشركات فيش خوانين كانت بتسمح بهذا ما كانش فيه حاجة اسمها استثمار الرياضي ما كانش فيه حاجة اسمها تنشئ الشركات ما فيش خانون كان التعريف لأن الأهلي ابتدى كشركة ولكن اتعدل بعد كده مع بداية الثورة إن الأندية تصبح النظام الأساسي بيقول هذه الجملة أندية خاصة ذات نفع عام لا تستهدف الربح يعني لا يمكن أنت تقدر تنتخب ناس عشان تعمل شركة فلما نادي الأهلي عنية بأن ياخد هذه المهمة زي ما كان وقت مهمة تمصير الاتحادات مهمة إن أنت تاخد الرياضة إلى عصر الاحتراف الحقيقي كما يفعل العالم كلف بها النادي الأهلي كنت ليه الشرف أن يكون جزء بسيط من هذا الأمر فأعرف الأسرار ومع الوزير الذي تحمس كثيرا وله كثير من الفضل الدكتور علي الدين هلال عمل لجنة وروحنا مجلس الشعب وغيرنا بعض اللوايح وخذنا بعض القرارات اعتمادها الدكتور فاتح سرور وأصبح شرعيا لأن دي تقدر تعمل شركات وتقدر تدخل في شراكة بما تملكه من حقوق هذه البداية احنا بنتحدث عنها ببساطة لكن طبق شركة الأهلي لكرة القدم نبراسا سيهدي الأجهة القادمة وإن الناس هتفكر كيف يأخذ الأهلي بالمبادرات عشان يجر يسمع قطرة جر الرياضة المصرية بعد كده شوفوا ده كلام في منطقة الفخر والزهوة بالأهلي لأنه إذا كان جعفر ولي باشا والعظماء بتوع النادي الخمسة الكبار اللي أنا قلتلكوا أسمعهم خدوا على عاتقهم مهم التمصير الرياضة المصرية وتطهير للتحادات الرياضية وتأسيس التحادات الوطنية خالصة كان مجلس دارة النادي الأهلي سواء في دوراتها الحالية برئاسة كابتن محمود الخطيب أو اللي قبل كده كابتن حسن حمدي لما بدأت عملية أو كابتن صالح هي بدأت من رغبة مع الكابتن صالح رغبة مع الكابتن صالح والتحرك مع الكابتن حسن لا هي الإدارة تكونت إمتى أستاذ إبراهيم ألفين ألفين واحد ألفين واحد كان موجود الكابتن صالح كان موجودا إذن كابتن صالح مجلسه خد القرار كابتن حسن حمدي فعل القرار كابتن خطيب طور القرار ونفذ الهدف إنشاء الشركات الأسماء دي كلها التاريخ سيتوقف أمامها ويعطيها حقها